يسأل يقول بالنسبة لسلس البول أثناء الصلاة ما حكم صلاتي موسى من سوريا بارك الله فيك بالنسبة لسلس البول هذا مرض من الأمراض الدائمة المستمرة وهو يدخل ضمن الأعذار التي للمصلي وللمتطهر فعندنا باب من أبواب الفقه اسمه باب صلاة أهل الأعذار وينصون على من به سلس بول أو استطلاق ريح هذا معذور لأن هذا ليس بإرادتك ولا برغبتك هذا أمر خارج عن إرادتك كما يقولون ولذلك أخي الفاضل أنت إذا أردت الصلاة تتوضى طبعا تستنجي وتضع شيء يقي ويمنع من نزول أكرمكم الله البول على البدن أو الثياب أو البقعة وبعد ذلك تصلي ولو خرج منك أثناء الصلاة لا حرج عليك لماذا؟ لأن هذا ليس باختيارك ولا بإرادتك ولا بفعلك هذا أمر خارج عن إرادتك فصلاتك الصحيحة واطمئن ولله الحمد والمنى ترجمة نانسي قنقر